وكأن الكيان الصهيوني يقرأ من كتاب سياسات الأنظمة العربية في قمع شعوبها لتستفيد منه في كيفية قمع الفلسطينيين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للدفع في اتجاه سن قانون جديد في الكنست يقضي بإعدام الفلسطينيين الذين يدانون بتنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للاحتلال في حال أسفرت عن مقتل صهينا نتنياهو خلال جلسة رؤساء أحزاب الاتلاف الحاكم في كيان الاحتلال أعلن موافقته على طلب من نفتالي بنيت وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني لسن القانون المخترح تمهيدا لتبنيه وعرضه أمام الكنست من خلال لجنة الدستور التي ستبدأ قريبا في مداولاتها الأولية للتحضير للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون وبحسب مقترح القانون الجديد فإنه في قرارات المحاكم العسكرية الصهيونية بالضفة الغربية لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة لفرض عقوبة الإعدام وإنما سيكتفى بغالبية اثنين من القضاة الثلاثة ليقر الحكم بإعدام المتهم كما يلغي القانون صلاحية القائد العسكري للمنطقة المركزية بإلغاء حكم الإعدام سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية ضد الفلسطينيين يواجهها الشباب المقاوم ثباتا وإصرارا على نيل الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى مناطقهم وإعلان دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس غير أن ذلك الحلم يبدو بعيدا بالنظر إلى حالة الوهن العربية الراهنة في ظل سياسات قمعية تمارسها بعض الأنظمة ضد شعوبها فتقتل من معارضها وتسجن المئات في حين يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج العاجز عن منع القتل سواء في فلسطين أو في غيرها من البلدان العربية